افتتحت جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة وترأس حفل تجهين هذه القنصلية العامة وزير شؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظره الغينية السيد ماما دي توغي حضر غينيا وفتحها لقنصلية بالداخلة له خصوصية تجد صداها في العلاقات الثنائية الممتازة تاريخيا والتي توتدت أكثر بزيارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى العاصمة الغينية كونكري وزيارات الرئيس الغيني الفاكوندي إلى المغرب في السنوات الأخيرة المغرب وغينيا نسج علاقات مبنية على أسس تاريخية قوية وروابط إنسانية وطيدة وتفاهمات حول كل القضايا الإقليمية حيث أن غينيا كان لها على الدوام دور ثابت وواضح وإيجابي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية كما وقفت دائما إلى جانب المملكة في دعم مواقفها المشروعة حول مغربية الصحراء